واشدد عبد المهدي في كلمته بالمناسبة على أن رسالتنا واضحة لإخوتنا وجيراننا في محيطنا العربي والإقليمي بأن أمننا واحد ومصيرنا واحد ولا بديل عن التعاون وتبادل المصالح من أجل خدمة شعوبنا ودولنا واستثمار وتعظيم ثرواتنا الطبيعية والبشرية بشكل أمثال ورسالتنا واضحة لإخوتنا وجيراننا في محيطنا العربي والإقليمي بأن أمننا واحد ومصيرنا واحد ولا بديل عن التعاون وتبادل المصالح من أجل خدمة شعوبنا ودولنا واستثمار وتعظيم ثرواتها الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل شكرا